اشتركوا في القناة الا الاكل ولا شيء بيسد ويروي العطشان الا المي لا الفلوس بتشيل عنك الجوع والعطش ولا السلطة ولا المكانة ولا القوة ولا اي شيء ثاني يقدر يسد احتياجك للجوع والعطش اللي بتمر بي الجوع والعطش بيدل على شعورنا انه ماكو بيوسعنا او بيدينا اي شيء ولا محاولاتنا الشخصية نقدر نوصل الها ونسد هذا الاحتياج محتاجين شيء من برة وهنان الجوع والعطش المسيح بيقول انه هذا الجوع والعطش للبر اللي هو ما راح نقدر نحصله من ذاتنا محتاجينه ايضا من برة من خارج بالضبط مثل ما ييجي الطعام والشراب من برة وبيسد احتياجنا الجوع والعطش بنفس الطريقة موضوع البر هي نفس هي رغبة داخلية قوية ومؤلمة وما راح تنتهي الا بوقت تاكل او تشرب وهي مستمرة هي مو وقتية هي كل الاوقات ما راح توقف الا بعد ما تاكل او تشرب هذا النوع من الناس اللي مشتاقين للبر هما بيعيشوا حياة ويتمنوا ان يشوفوا الامانة والاستقامة والعدل في حياتهم الشخصية في كنائسهم في بيوتهم في مجتمعاتهم كل هالاشياء يريدون يشوفوها بحياتهم وهم دي حاولون ويعلمون بهذا الموضوع طيب شنو معنى البر شنو معنى الجوع والعطش للبر البر هو الصلاح القداسة النقاوة اللي الله بيعطيها التبرير اللي احنا بنحصله وحصلنا بعمل الفداء المسيح على الصليب بموته وقيامته احنا صرنا متبررين كل شخص صحي وسليم بيختبر الجوع والعطش وكل مؤمن ايمان نقي يختبر الجوع والعطش الروحي اذا انت ما اختبرت يوم الارتواء والشبع من الله ما راح تحس بالجوع والعطش الى الله ولهذا اليوم المسيح بيقدم نفسه بأنه هو خبز الحياة وهو ماء الحياة هو الوحيد اللي يقدر يشبعنا ويروينا وقت اللي بنوشي مع المسيح ما محتاجين نفكر بأي فكر أو طريق أو أفكار اللي موجودة أو دين ثاني أدنى المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة والربي باركك ترجمة نانسي قنقر